في أعقاب أحالة الطبيب عصام المعلوف إلى القضاء في قضية الطفلة المبتورة الأعضاء إلا تنوس أطل ملك المنابر نقيب الأطباء أنتوان البستاني فضرنا أنه لن يألو جهدا لشرح تفاصيل ما جرى لألة ولكن هيهات أعلن البستاني إضراب الأطباء للضغط على القضاء من أجل الإفراج عن المعلوف معينا نفسه وليا فقيها على الدولة والإعلام نحن في بلد الفاجر فيه له قانون يحميه نشوة تصفيق الجماهير أسكرت قلبا نقيب حتى أصبح يطرب لأي كلام ناب يوجه إلى الإعلام تحت ستار الحرية الإعلامية مشهد تحية الجماهير من علن وفيض مناهل الأفكار في كل قضية والمفاصحة في سباب الإعلام والغوص في تعريف الفجور ذكرنا ولو بالمشهدية بالفهرر النازي أدولف هتلر طبعا كما أن لا علاقة للألمان بفظائع هتلر لا علاقة للأطباء بروائع البستاني أولئك الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه ويقدرون الحياة الإنسانية بلا طبقية كتلك الفاقع عند البستاني يعني ليش بدك أنت أربع حراس معك؟ مش أربع حراس أتنين؟ ما معي عند بيقبضوا من النقاب أه؟ خيقتي شي طبيعا أربعة بس؟ مش أربعة عند اتنين لأنه إذا وصلت مطرة كرمان الأطباء عايب نقيب يوصل ويروح يصف بالبارك ويرجع يروح مش أربعة يعني وجه الشبه بين هتلر والبستاني يتعد المشهدية إلى منطق العلاقة بالصحافة أيام حكم هتلر شح عدد الصحف الألمانية من أربعة ألاف وأربعمائة صحيفة إلى ألف ومئة أصبحت كلها موالية للحكم بعد مؤتمر القطح والذنب الإعلام اللبناني ادعى البستاني على كل من الإعلامي في المؤسسة اللبنانية للإرسال جوم علوف والصحفي في جريدة الأخبار غسان سعود والصحفي في قناة الجديد جاد غسن لا يقارن ذلك طبعا بما فعله هتلر بالإعلام الألماني ولكن هتلر كان الحاكم المطلق لا نقيب الأطباء فلا تستخف بمجهود البستاني في الرواية خبر جيد وخبر سيء لأنتوان البستاني الخبر الجيد أنه قرر اللجوء إلى القضاء على الرغم من أنه القضاء عينه الذي هاجمه لمجرد إقدامه على استجواب الطبيب المعلوف الخبر السيء لأنتوان أنه حتى وكيله القانوني أكرم عزوري وعلى عكس موكله البستاني لم يفته ذكر الطفلة إلا تنوص في نص دعواه علينا ختاما ثمن الإدعاء ما وصفه بتعويض هتك عرض أنتوان بمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية ونحن لم ننطلق إلا مما نطقه البستاني بحق نفسه وهناك من يقول أن هتك الأعراض كما بتروا الأعضاء لا يقدران بثمن جاد غصن قناة الجديد